السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن التفاؤل والتشاؤم الناس في هذا المجتمع قد تجد هناك منهم متفائلين وبالتالي يكونوا ناجحين وراضين عن واقعهم وعن المحيط حولهم وهناك أناس اخرون للأسف عندهم تشاؤم شديد من الحياة وتجدهم دوما يشتكون من هذا الواقع المجري ويردون المسؤولية إما للقدر وإما للمجتمع وإما للأسرة وإما لمن حولهم قضية التفاؤل والتشاؤم هي قضية نفسية أساسية وهي المحرك لمنظارنا للحياة كيف ننظر للحياة هل التشاؤم والتفاؤل هو قادر محتوم على الإنسان؟ أبدا التشاؤم والتفاؤل هو طريقة تفكير وهو رؤية للمجتمع ورؤية للأشياء تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نغوص وإياكم في حقيقة التفاؤل والتشاؤم ما هي الأسباب؟ ما هي المظاهر؟ ما هي النتائج المترتبة عن هذه المشاعر؟ ثم ننظر في حياتنا الاجتماعية كيف نتصرف وكيف نتعامل مع أنفسنا ومع المحيط حولنا؟ هناك أناس متفائلون أناس نرى لهم مظاهر تجده دائما مستبشر تجده دائما يتحدث بإيجابية وتجده في الغالب ناجحا في حياته هذا التفاؤل إذا أردنا أن نعرفه هو استبشار نحو المستقبل كيجعل الإنسان يتوقع الأفضل دائما التوقعات حول المستقبل كيكون خير كيقول لك إن شاء الله هذه السنة ستكون أفضل من التي قبلها هذا الموسم سيكون إن شاء الله تعالى مثمر هذه العلاقة الزوجية التي نقوم بها ستكون إن شاء الله سعيدة ويترتب عليها بنين وبنات خيرات دائما يستبشر نحو المستقبل ويعتقد بأن الغد سيكون أفضل وينتظر حدوث الخير ويسعى إلى النجاح وهذا هو السر السعادة من إنسان المتفائل سعيد جدا أما المتشائم فهو داوما يتوقع الأسوأ يتوقع توقعات سلبية للأحداث القادمة يتوقع ذوما بأن أي مشروع قمنا به سوف يكون يبوء بالفشل أي مسؤول جاء به ليقود القافلة أكيد أنه لن يفلح وأنه سوف يكون كالصابقه غير قادر على تحمل المسؤولية أي علاقة نسجت يتوقع الأسوأ بدلا من الأفضل هذه هي في الحقيقة ليست قضاء ولا قدر ولا هي الطبيعة مركوزة في النفس ولا أن الإنسان ولد بها أو أنه ولثها عن آبائي وأجداده هي في الأصل هي طريقة للتفكير اختارها الإنسان أنت أنت أيها الإنسان اخترت الطريقة التي تفكر بها وتنظر بها إلى الحياة وإلى الوجود من حولك فالتفاؤل والتشأم إنما ينبعاني من داخل النفس صاحب النفس الصحيحة تجده دوما ينظر الحياة بمنظار مستقيم جلي لا يرى فيها إلا كل جميل كن جميلا أرى الوجود جميلة اضحك اضحك الناس معك ابقي تبكي وحدك المتفائل لا يرى إلا كل الجميل باعت على الأمل أما صاحب النفس السقيمة فهو ينظر إلى الحياة بمنظار أسود كئيب وكأنه وضع نظار السوداء لا يرى أبدا إلا الأسود رغم أن الحياة فيها إضاءة فيها أنوار فيها خيرات لكن مادم يضع نظار السوداء يرى كل شيء أسود منظار كئيب ولا يرى إلا كل شيء سيء باعت على القنوط والتشأم واليأس ربما إذا نظرنا في مواقع التواصل الاجتماعي غد القو هذه المشاعر منتشر كثيرا عبر الناس هناك من يحل الواقع مثلا مثلا محلل سياسي هناك من يتشأم ويعتبر بأن القافلة هي واقفة أو تسير إلى الوراء أو أنها لن تفلح وهناك من هو متفائل يقول بأن القافلة تسير رغم خطة بطيئة ولكنها تشق طريقها نحو شط الأمان كذلك في الأمور الاجتماعية هناك من يقول بأن المجتمع المتشائم يقول كتر الفساد وكتر الظلم وكتر السراع الطبقي وأن كل الناس منافقون في حين أن المتفائل يرى الخير يرى الناس المساجد ممتلئة وأصحاب الإحسان ما أكترهم والناس يتعملون بالصدق والقيم والواقع الذي هو مرير فهو فيها مش فقط هكذا الإنسان يرى المتفائل والمتشائم نحن في الدين الإسلامي ربنا سبحانه وتعالى ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم الإسلام رب أتباعه على التفاؤل الإسلام رب أتباعه على بث الأمل هذه قاعدة من قواعد الشريعة والعقيدة الإسلامية اللي يبغي عرف هذا الدين العظيم الذي جاءك من هجل الحياة ودرس مقاصده السامية العليا سيجد بأنه قد رب أتباعه على التفاؤل وعلى بث الأمل وعلى أن المستقبل القادم سيكون أفضل جميع التشريعات وجميع التوجيهات القرآنية والحديثية تشتغل على هذا المقصد ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث يقول فيه يقول تفاؤل بالخير تجدوه تفاؤل بالخير تجدوه وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها دوما تقول بأن سيدنا النبي كان مبتسما لا يرى إلا مبتسما لا يرى إلا متفائنا ودائما ينوي الخير حتى قيل له بأن فلان ضبطناه في خطيئة قال لهم لو سترتموه لكان خيرا لكم لو سترتموه بإيزاركم لكان خيرا لكم وجاء آخر قال لي رسول الله وقعت في خطايا كثيرة قال لي هل صليت معنا الجماعة قال لي أين نعم صليتها قال لي اذهب فقد غفر الله لك وآخر رأوه صارق فجاءوا به إلى النبي الكريم أنه صارق قال هل هو يصلي قال نعم قال أتركوه فصلاته سوف تنعلم فحشاء والمنكر كان دوما سيدنا النبي ربي أتباعه على التفاؤل وعلى بطي الأمل في النفوس وعلى التسامح وعلى التحقيز والعمل يكفي أن ننظر في الأحاديث النبوية الشريفة التي تدعم خلق التفاؤل في القلوب والنفوس قوله صلى الله عليه وسلم كان يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فهذا الحديث وغيره كثير جدا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نكون متفائلين يأمرنا بأن نكون دوما ننتظر الخير والقرآن العظيم نلاحظه بأنه كان دوما ينهى عن التطير وعن التشاؤم لأن التطير القرآن سمى التشاؤم بالتطير يعني يرى شيئا معينا فيشعر بالتشاؤم ويتطير بأن الأسوأ هو الذي سوف يقع ذم القرآن الكريم هؤلاء المتطيرين خصوصا كانوا في أيام زمان كان إذا جاء نبي من الأنبياء بيعوى كانوا يتطيرون به يقولوا مادم جاءكم نبي انتظروا سيكون عندكم الفقر وسيكون عندكم الصراع والخصام والخلافات وتوسع الدائرة المحرمات هكذا كانوا ينظرون للأنبياء كما قال الله عز وجل في سورة ياسين قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب نليم قالوا طائركم معكم وأين دكرتم بل أنتم قوم مسرفون يحكي ربنا عن قوم يتطيرون بالأنبياء ويتطيرون بالصالحين إذا رأوا رجلا صالحا أو امرأة صالحة إذا رأوا من يعيض الناس من يوجهوا إلى الخير يتطيرون به يقولوا هذا شؤم فقط كل من تكلم عن الدين كل من بكر بالله كل من أمر الناس أن يرجعوا إلى ربهم يتطيرون منه هذا سوف يؤدي إلى إحباط التجارة وسوف يدعو إلى الفقر وسوف يثير الخلافات بين الناس وهذا التطير هو التشاؤم نهى عنه القرآن وذمه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطير لهي التشاؤم بكل صراحة فقال لا طيرة لا طيرة الطيرة سألوا الصحابة رسول الله الإنسان يرى طيرا طيرا أسودا ويعتقد بأن هذا الطير الأسود يعني فأل سيء على أن اليوم سيكون أسودا يعني لا يخرج من بيته من الأفضل أن يمكت في بيته إذا كان غير التجارة أو غير أي عمل لن يكون رابحا فقال صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل يا رسول الله قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم الكلمة الصالحة مثلا وانت خارج خارج مثلا غدق واحد غرض كتسمع شو واحد كيقول بالسان وكتجي في الأذن ديالك كيقول إن شاء الله غيكون كل خير فأنت كتستبشر خيرا بهذه الكلمة أو كتسمع بأن كتسمع إن شاء الله تعالى ستتم الأمور بسلام هذه كلها هذه كلمات صالحة إذا سمعها أحدنا وهو غادل العمال أو غادل المشروع ووقعت على أذنه وصدف أن بعض الناس في الطريق تكلموا بها قد قل هذا فأل خير وهذا الفأل هو من تفاؤل الطيارة هي من التشاؤم والفأل من التفاؤل والتفاؤل يبعث بالنفس على الأمل ويحفزها على الإيجابية والعمل وفي الحديث من يتفأل بالخير يجده والعكس من يعتد التشاؤم والتفكير السيء يبتلى به وهذا الأمر هذا هو سبحان الله العظيم صار متبة الآن علميا هناك من يدرسون علم الطاقة وعلم الإيحاء توصلوا بأن الإنسان إذا كان يتفأل بالخير يقول إسا أنجح سأوفق في مهمتي سأصل إلى بر الأمام ستتم الأمور بسلام إذا كان يحدد نفسه بهذا المنطق القوة بأن فعلا دكشي لك يبقى كيف هذا القوة بأن هناك قوة الجذب الكون في قوة الجذب وربنا سبحانه وتعالى كي يجعل الإصرار على الشيء كي يخلي الحواس ديالك وكي يخلي العقل الباطن ديالك وكي يخلي العقل واعي ديالك وكي يخلي جميع القدرات اللي عندك وكل شيء يمشي في اتجاه واحد انسجاماً مع الكون ومع قدر الله فتجد الخير تفاؤل بالخير تجده هذا الأمر سرى متبة الآن فيما يسمى بعلم الطاقة وعلم الإيحاء هذه علوم فلسفية ميتافيزيقية ظهرت في الغرب ويتعاملون بها في التنمية البشرية ومع صنع الحياة وغيرهم في حين قالوا بأن من يعتاد التشاؤم ويعتاد وقوع الشر قد يبتلى به كتسمع شوكي يقول لك مثلاً أنا لن أنجح صعب جداً مستحيل أن أنجح أو يقول يقول فلان لن يفلح هذا الحكومة ما غدروا له هذا الحزب ما غيري إصلاح التحاجة هذا الفريق لن يقدم أي جديد هذا الكلام اللي تقول المتشائنين اللي تقول تعود ره يقع خصوصاً إذا كان الأمر يعنيك أنت تقول أنا لن أنجح أنا لن أصح أنا لن أفلح أنا لن أستطيع أنا لن أكون سعيد هذا إذا قلته وردته سيكون كذلك ستبتلى بذلك انتظر الفقر وانتظر الشؤون وانتظر المرض والقافلة تسير الناس يسير الأمام وأنت إلى الوراء أنت السبب أنت حددت نفسك بهذا طريقة تفكيرك وطريقة أسلوبك في الحياة جعلتك تتمنى وتعتاد التشاؤم الشر وتبتلى به ربنا سبحانه وتعالى جعل تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكره به هذا قضية جعلها الله تعالى كيفما تفكر وكيفما تفعل أنا عند ضمن عبدي بي إن ضمن بخيرا وجد خيرا وإن ضمن بسوءا وجد سوءا هناك من يضمن بالله الخير يقول الله معنا الله كريم الله غفور الله لطيف بالعباد ما دمت تظن بالله الخير فسوف يتجلى عليك ربك بالعطاء والكرم والمغفرة والألطاف لكن الذي يتشأم بأن الله تعالى شديد العقاب وأنه سوف يفعل بنا بما فعل بقوم عاد وتمود وقوم لط وأنه سوف يفعل بنا كذا وكذا وأنه إذا دعوته لن يستجيب لي وإذا فعلت الخير لن أجد أي ثمر ستبقى نفس التفكير يعني عند سوء الضمن بالله سوف تجد ذلك في نفسك فربنا عز وجل جعل التطير والتشاؤم سببا لحلول المكره بالإنسان ولكن بالمقابل جعل التقى والتوكل عليه من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشرع الآن صار علميا مثبتا أن كل من خاف شيئا غير الله سلط عليه لخاف شو واحد غير الله هناك من يخاف مثلا من الظلام أو يخاف من الجن والأرواح الخبيثة يخاف منها تتسلط عليه من يخاف مثلا الفقر دي من خاف من الفقر أو يخاف من المجاعة يبتل بالفقر والمجاعة هناك من يخاف مثلا من المرض دائما يخاف من المرض والسقم فيبتل بذلك كل من خاف شيئا غير الله سلط عليه كلك يشوف مثلا غير عنده مدير في مؤسسة أو عنده رئيس في العمل وذلك الرئيس أو المدير تخاف منه أكثر من اللازم أي نعم وجب الاحترام والتقدير لكن تخاف منه خوفا شديدا فربنا يسلطه عليك كي عدني مقصدك هم المرة يشكي علي بعض الناس يشكي عليك يقول لي أنا عدنا في واحد مؤسسة عدنا واحد مدير شديد جدا أو كنشتغل في واحد القطاع عدنا واحد الرئيس هو متسلط للغاية وذي من قصدني كنقول لي أنك أنت تخاف منه خفته كثيرا فسلط عليك خاف الله وحده لا شريك له ولا تخاف غير الله عز وجل وسوف يبتعد عنك هذه قاعدة كل من خاف شيئا غير الله سلط عليه اللي خاف المرض اللي خاف الفقر اللي خاف الظلم دين الآخرين من غير الله سلط الله عليه ذلك والعكس العكس صحيح يقال في القاعدة المنطقية العكس بالعكس والعكس صحيح وكل من أحب مع الله غيره عذب به شيء واحد يحب مع الله غيره ربما إنسان يحب فتاة يحب امرأة عشق عشق قاتل فربنا يبتله بها فكتعد تجافيه أو هو يجافيها وكيبقى يمرض مرض العشق يقلب يقول الكية في قلبي هذا كلام فارغ هو العاطفة مسألة طبيعية ممكن أن نضبطها لكن إذا كان إنسان عنده حب وهيام وعشق من دون الله تعالى كي يجعل الله ذاك المحبة التي هي مع الله تعذب بها هناك من يعذب بالأحباب إما أولاده إما زوجته إما إما كيتعدب بالفارق عنده واحد فارق رياضي وكيحب عشقا أكثر من اللازم فلما يخسر هذا الفارق يتعدب كتلقى حزين وكئيب لذا يسمى اكتئاب ما بعد انتهاء المباريات كتلقى ذاك الفارق دياله منجح تتصب بالاكتئاب الشديد لأنه أحب مع الله غيره هذه قاعدة كل من أحب مع الله غيره عذب به ومن رجى مع الله غيره خوذي لأ من جهته من رجى مع الله غيره خوذي لأ من جهته بجدل واحد المشروع بجدل واحد العمل ترجو الله نعم لكن ترجوه غيره عندك واحد الأمل كبير في واحد المسؤول في الإدارة أو في السلطة أو في واحد المقام رفيع عندك رجاء بأن هذا غد يقف معك وغد يخذ بيديك وغد ينصرك دلت الأمل فيه هو أكثر من الله تعالى القاعدة تقول من رجى مع الله غيره خذي لبيه هذا كله لما رجع رجع إلى عدم حسن الظن بالله وهنا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله الإحسان الظن بالله معناه التفاؤل ديما المتفائل بالخير ديما الرحمة ديما الكرم ربي معنا اسمه الغفور وخدث الخطايا والذنوب سيغفر لي ربي اسمه الكريم وخاعد الضرفية الاقتصادية أزمع ربي غادي كرمنا ربي اسمه القوي الشافي المعافي وخاعد عندي مرض شديد ربي غادي شافيني وهكذا أي شيء عندك سيكون عندك واحد تفاؤل كبير وإحنا أمة لا إله إلا الله أمة الإسلام أمة الدين إحنا أولى الناس بالتفاؤل فالإنسان عليه أن يلزم هذا التفاؤل ويتوقع الخير والتوفيق في كل أموره مثلا من أمجل التفاؤل الإنسان يستبشر برؤية الهلال جاء واحد الهلال للشهر الجديد ورأيت الهلال ونفطرق نقول لهذه رؤية طيبة أنا أستبشر بخيرا إن شاء الله هذا الشهر هذا هذا العربي ما دي يكون ندخل لنا بالرحمة ما دي يدخل لنا بالبركة ما دي يدخل لنا إن شاء الله بالفتح المبين نستبشر خيرا مثلا بنزول الغيط إذا جاء المطار وجاءت الرحمة كنقول مدام ربي أغاتنا بالأمطال الخير هذه معنى أن الأيام القادمة سيكون فيها الرخاء وسوف يكون فيها النماء وسوف يكون فيها العطاء نستبشر خيرا مثلا برؤية طفل حديث الولادة واحد المولود يا الله تولد من جديد ونستبشر خيرا يقولوا اللهم اجعله زياد خير في الإسلام غير يكون قدمه قدم الربح على واليديه والعائلة والأحباب وعلى من حوله وما دام لويل ذكيناء أن الله تعالى لم ييأس من الخلق ما زال الخلق فيه من الخير استبشر خيرا مثلا من تفاؤل إذا سمعت دعاء دعاء صالح واحد ناس قالت يدعي الله تعالى وحد دعوا دي الخير تنكن يريد دي معهم وكنستبشر خيرا وكنتفائل بالخير لعل ربي يعطيني هذا الكرم و هذا الجود أما التشاؤم للأسف اللي هو منتشر بيننا كثير في أوساطنا هو في الأصل هو من أخلاق الجاهلية لأن الجاهليون كانوا يسيئون نضن بالله وللأسف كالقوثي عصرنا هذا بعض الناس مثلا يقرؤون الأبراج يقرأ الأبراج كل الصباح أكي بدأ الصباح دياله عوضا أن يقول أصبحنا وأصبح الملك لله يا رب العالمين يقول يفتح يا رزاق يا مقسم الأرزاق وينوي الخير إن شاء الله هذا النرغ يكون مبارك الله يبارك الله يصلح هو كي بدنهاره بقراءة الأبراج وذلك الأبراج وضعها أناس ربما على أديان غريبة كملي ومسيحيين كملي هم صابع معروف أن في دول لبنان وفي العراق المسيحي العرب متضلعين في هذه القضايا للأبراج وغيرهم في أوروبا وفي روسيا حيثما كان التدي قليل يكون الإيمان بالأبراج كثير للأسف النسي يقرأوا الأبراج في الصباح ويصدقونها لسما شي كلام جميل يتفائل ولسما شي كلام سيء يتشائم وهذا كله من ضعف الدين وضعف الوازع الديني هؤلاء ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد بشأنش عراف أو عن الشكاهين أو تقول لها عفا قل لي أشغل يوقع لي قرأ لي المستقبل أنا بغيت أنت فائل وما قدرت وابغيت أنت شاء ممخلوع قل لي أنت هذا كلام خطير جدا يمس العقيدة لأنه لا يعلم ما في الغيب والمستقبل إلا الله حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله كان واحد مرة غادت واحد فوق البغلة وكانت واحد الحفرة أمامه فلما قرب منها عطرت البغلة فسقط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا إيه أنت نبي كان هل يتعر بأن نرك الحفرة في الأمام خطوات هتكون حفرة فجاءه القرآن العظيم نزل الوحي الإلهي قال لهم يا محمد قل لهم لو كنت أعلم الغيبة لستكترت من الخير وما مسني السوء قل لو كنت أعلم الغيبة لستكترت من الخير وما مسني السوء إحنا ما عارف بعد خطواتنا أشغل يوقع علينا وكي بعض الناس يقول لك الغيبة هناك في هذا الضرف رهناء سمعنا عرافين كبير كتر يتكلم على 2022 2023 وكي يقول بعض الأنباء هذا كله كلام يصدق ضعاف الإيمان فالذي يأتي العرافين ويتنبأ بالمستقبل هذا كل كلام كم توقعات المستقبل توقعات المبنية على قراءة علمية عندك قراءة عندك نموذي مغرافي عندك وحد مؤشر للإنتاج عندك وحد القدر للإستهلاك عندك معطايات علمية وحد هذه ممكن نعتمد عليها باش ندير توقعات المستقبل هذا علم هذا علم هذا ليس عرافة ولا كهانة أما العرافة والكهانة فهو مجرد إما ضحك على الضقون وإما استخدام للأرواح الخبيثة واستعانة بالجن وده كله منهي عنه في الدين حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهان عن من يتقلد التمائم قلنا احتفى عصرنا هذا كين بعض الناس كيستعمل التمائم وقال لنبي أن هذا من تلاعب الشيطان بالأذهان لأن الشيطان كلي كي تعمل بالنفوس وكلي كي تلاعب بالأذهان كدقى العقل ديالك الداخل مخل عندك كيدخل فيه إبليس ويتلاعب بالأفكار ويتلاعب بالأذهان ويأتيك بالأوهام هذا مرض خطير وراش شائع في مجتمعنا راش حمل واحد دمالان كي يقول لك وحد الرسكي يقول لي كذا وحد الرسكي يقول لي كذا ونا معرفة مندير ونا درني راسي ونعدي التمارض ونعدي الأوهام ونعدي الوساويس ونعدي اكتئاب ونغمشي كذا ونعدي أكتئاب أنا وقل المتابع من طرف البوليس وقل المخابرات دين علي وحد دوسي وقل هذاك حاضيني هذا كله أوهام هذا من تلاعب الشيطان بالأذهان وهذا كله من ضعف الإيمان حسن الضن بالله الله معنا الله معي الله يحرصني الله يرزقني الله يغفر لي خطيئتي الله يكرمني دائما الإنسان يرتبط بربه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تنيمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا أودع الله له لكي علقوا حتى نيمة بشزعمت جبله الخير أو تعطيه تعطيه التفاؤل هذا كله لا أتم الله له ولا أودع الله له يكفي أيها الأحبة الكرام أن نستحضر من صفات أهل الجنة صفات أهل الجنة كتور خصوصا الذين يدخلونها بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب هناك سبعون ألف تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن سبعين ألف من المؤمنين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يعني من القبور إلى القصور يخرج من الأقبر دياله قد القراصم مباشرة عند عتبة الجنة ويمر على الصراط مرور البرق الخاطف احترق القراصم بالجنة مغير تحسب مغير يقول لي لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمر ولا برد والدين ولا زكا ولا نهائيا تحجب غير سولوع لها فالصحابة تفاجأوا قال لي يا رسول الله شكون هؤلاء لغير يدخلوا الجنة بلا حساب قال لهم يدخلوا الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب من هم يا رسول الله هم قوم لا يرقون لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتغون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء عندهم قوة الإيمان بالله وقوة اليقين في الله وعندهم قوة توكل أنا عندي يقين أن غداً سيكون أجمل بكثير من اليوم والأمس وأن بعد غدين سيكون فيه الفلاح والنجاح وأن المستقبل سيكون كله باسم وأن الجيل المقبل سيكون أفضل من جيلنا وأن الله تعالى سيعاملنا بلطفه ورحمته ودائماً أي عمل غنبغين ديره مغنسوه لحتوى أحد عراف أو كاهن أو مسؤول كبير يوقف معايا رب اللي غد يوقف معايا وربي اللي غد يأخذ بالدي وربي غير زقني هذا معناه والتوكل هؤلاء السبعون ألف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب أما اللي يبقى دائماً متشائم هذا كتلقى في مجتمعنا للأسف كتلقى يسب الزمان ويسب النظام ويسب المجتمع ويستاء من الواقع ودائماً إلى در مقارنة بين هذا وهذا كتلقى الأسوأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تسب الظهر فإن الله هو الظهر قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر بيد الخير أقلب الليل والنهار يعني الحياة بما فيها من خيرات وما فيها من ابتلاءات كلها بيد الله إلى سبنا الزمان وسبنا الواقع وسبنا الظهر رأى الله تعالى هو الظهر يقول ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر والصحابة قالوا يا رسول الله ولكن إلا هجمت علينا المكاره والشدائد ابتلاءت ماذا نفعل؟ قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك إلى واحد الإنسان مثلاً بغي يكون متفائل ولكن الواقع ديانه مرير كتلقى عنده مصيبة ورمصيبة أبواب الرزق مغلوقة وكتلقى يبتل ببعض الناس في محيطه فيهم السوء وفيهم الظلم ماذا يفعل؟ هل يتفائل رغم هذا الوضعي المزرية؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فليقول دعاء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ابقى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول من حل إلا حال إلا بقوة من عند الله لهذا أيها الأحباب الكرام علينا أن نكون متفائلين علينا أن نبحث عما بداخلنا من مواطن القوة لكي نقوم بإشعالها لنثق بالله عز وجل معنا وأن مع كل شدة فرجا ومع كل عسر يسرى ونستأنس بقول أحد كبار العلماء الأطباء في الغرب بغناغتشو بغناغتشو كان طبيب وكان مفكر وفيلسوف لما سئل على هذا التفاؤل والتشاؤم وعلى إنسكك متقدم وناجح قال لهم أي واحد إلشته بأنه متفائل إذن هو مرتبط بفكره عليه أن يغير طريقة تفكيره فإذا لم يغير طريقة تفكيره غضب قد دائما محاصر في دائرة مغلقة فالمفتاح عندك أيها الإنسان ويكفي أنك تغير من طريقة التفكير ولا تكون عاجز عن التغيير وسوف تتقدم إلى الأمام أحبابنا في الله سوف نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم وللاستماع إلى قضاياكم وإلى أحوالكم وإلى مشاكلكم فسؤال لكم هل أنتم ممن تفكرون تفكير إيجابي تفكير متفائل هل عندكم رؤية متفائلة للمستقبل هل عندكم رؤية متفائلة للواقع أم أن التشاؤم يسيطر عليكم وترون بأن الأشياء تسير من سيء إلى أسوأ ربما في الواقع الاجتماعي في الواقع السياسي في الواقع الاقتصادي في العلاقة العائلية في العلاقة العاطفية بين الناس بين الجيران بين الإخوة والأخوات هل الوضع دينا غادي إلى الخير أم غادي إلى النزول كيف نكون متفائلين وكيف نحارب التشاؤم في أنفسنا وكيف لا يكون هذا مجرد أمنيات كيف نترجمه إلى واقع إلى أفعال إلى تدابير عملية لكي نخلق حياة كلها متفائلة كلها باسمة مستقبل يعيدنا بالخير ويعيدنا بالنجاح ويعيدنا بالتألق وإذا عجزنا فالله معنا يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة